6 أكتوبر 2011 يوم الكرامة المصرية يوم كل المصريين بيعتزوا به وحنفضل على مدى العمر كله والحياة كلها إلى يوم القيامة نعتز بهذا اليوم اسمحوا لي بس حنوح عن حاجة حصلت مبارح بعد إذنكم في أول الصحافة إن مبارح كان في برج المراكبة في مطار القاهرة الدولي للأسف الشديد حصل إنه فيه اعتصام من اللي كانوا بيشتغلوا فيه برج المراكبة وللأسف الشديد جدا إن فيه بعض الطيارات قعدت لمدة 5 ساعات فيها 400 وحاجة راكب ولا عارفين ينزلوا من الطيارة ولا عارفين يطلعوا ده غير الطيارات اللي نزلة والغير الطيارات اللي طالعة كله حالة دليت لأوقات بتاعة الطيارات للأسف الشديد لما تسمع طبعا لكل واحد معتصم في مصر إنه هو عايز حقوق مالية بتسمع وتقول آه عنده حق المرة دي بكل صراحة شديدة حتى لو عندك حق ما ينفعش تعمل كده في سمعة مصر للأسف الشديد ده مش نقصين السياحة تتضرب مش نقصين سمعة سيئة لمصر اللي كلنا بنحبها وخصوصا إن إحنا كلنا بنحتفل النهاردة بيوم النصر وبنحتفل بصورة 25 يناير إحنا عايزين إيه للصورة؟ حكتفي كده لأنه لازم نخش على فقرة الصحافة معايا ضيفي الأستاذ محمد نعيم خبير في أشقون الإسرائيلية صباح الخلفة صباح الخلفة نورتنا وكل سنة وحضرك طيبا الله يخليك بصحة السلام ومصر طيبا حضرك النهاردة يعني الصحافة بتاعتنا مختلفة جبنا شوية أخبار من إسرائيل أو الصحف الإسرائيلية بالإضافة إلى طبعا الأخبار الهامة في الصحف مصر يدعوت أحرنط الجنود في 73 شهادة نادرة من عمق الجبهة المصرية القناة السابعة الإسرائيلية عندما قال القائد برج الحمام بدأت الحرب المصر اليوم صفحة أولى المشير لا يوجد مرشح عسكري الرئاسة ولن نترك السلطة قبل تنفيذ تعهدتنا الشروق صفحة أولى 12 أكتوبر فتح باب الترشح للشعب والشورى الأهرام صفحة أولى السفير الأسباني يمكن تسليم حسين سالم ونجليه دون إدناتهم قضائيا المصر اليوم صفحة أولى وزير المالية مصر لن تتعرض للإفلاس برضو المصر اليوم صفحة أولى ووزير القوى العاملة مصر على وشك الإفلاس السيد محمد يدعوت أحرنط عشان أكون النطاقاتها صح يدعوت أحرنط هي آخر الأنباء بالعربي يدعوت أحرنط الجنود في 73 شهادة نادرة من عمق الجبهة المصرية والله هو تزامنا مع الزكرة الـ 38 لحرب أكتوبر وكل سنة مش خصيصا في الزكرة دي ولكن الزكرة دي تحديدا بتلقى عند إسرائيل أهمية كبيرة جدا لأنها جاءت بعد صورة 25 يناير بعد 30 سنة من حكم فات فعلشان كده كل سنة بيبقى في تعليق على حرب أكتوبر خاصة في هذه المرحلة بعض من هذه التعليقات بتتبنى سياسة حيادية في تناول الخبر وبتنقل بمنتهى الأمانة ما حدث في حرب أكتوبر من خلال الكواليز من خلال وجود الجنود الإسرائيليين يعني احنا بساطة هذا الخبر الجنود اللي يقصد بها الجنود الإسرائيليين في 73 في شهادة نادرة فعلا من عمق الجبهة المصرية بعد عبور قناة السويس وبعد كده بفترة حصل فيه صغرة ديفرسوار وعلق عدد كبير جدا من الإسرائيليين داخل سيناء وفي الحقيقة رغم أن أريل شارون أو إسرائيلي هم مبادرة بهذه الصغرة ولكن هو وصفوها بأنها صغرة تلفزيونية كانوا بيحاولوا من خلالها أن هم يعني يوضحوا قد إيه هم عندهم قدرة أو كفاءة لوقف الحرب الحد هنا واستئناف حرب مضادة ضد مصر ولكن ده ما حصلش تماما وكان كله لا يخلق جنوب الصال اللي حصل فيه وحدة إسرائيلية والوحدة الإسرائيلية دي تسمها الوحدة القدس أو المقدسية هذه الوحدة استدعاها أريل شارون من الحدود الإسرائيلية الأردنية إبان حرب أكتوبر وده كان عشان خاطر كان فيه تحسبات إسرائيلية من إمكانية اشتباك الجابهتين الأردنية مع الجابهتين الأردنية والإسرائيلية إبان الحرب يعني ما يبقاش فيه جابهة مصرية أو سورية بس يبقى فيه جابهة أردنية كمان بالإضافة إلى الجابهتين في ظل هذه المخاوف كانت هذه الكتيبة تخدم على الحدود الإسرائيلية الأردنية أريل شارون عندما فكر أو اتخذ قرار من أحد الجانب فعلا كان فيه ناس كتير جدا في إسرائيل معارضين هذه الصغرة كانت تكلفهم كتير فضلا لأنه كان فيه الخطة شاملة اللي كان الجيش المصري عاملها عشان تصفيت فده كان بالنسبة له هيعمل أزمة كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل عشان كده افتدخلت لأمم المتحدة وفكت للجنبية بالنسبة للشهادة بيتكلموا عن هذه الكتيبة دخلت العمق الأراضي المصرية وحصلت السيناء وحصلت الصغرة وبقى فيه حصار عليهم بيحكوا أو بيتحاكوا من خلال تصوير فعلا لأحد هؤلاء الجنود كان مع الكاميرا بتاعته وصور فعلا ما حدث لجنود الإسرائيليين في حقول الألمانجو في الإسماعيلية وكيف أنهم باتوا محاصرين جدا من قبل الجنود المصريين وكانوا قد إيه بيصابوا بالزعر وهم شايفين الدوريات المصرية بتعبر غرب وشرق القناة السويس هو اللي كان مصور هو اللي كان مصور وده أول بصراحة رغم أن كان فيه وسائق بتنشر للفترة الأخيرة عن حرب وإكتوبر إلا أنه هم يعني ده أول كشف يعتبر عملته يدعوت أحرانوت نقلا عن هذا الجنود الذي شاركه في الحرب القناة السابعة الإسرائيلية عندما قال القائد برج الحمام بدأت الحرب والله دي دي شهادة جديدة برضو لحد أحد أعضاء الكنيسة وهو وزير إسرائيلي سابق اسمه زبلون أورليف هذا العضو هذا الجندي الإسرائيلي شاركه في حرب أكتوبر وكان في الجابهة الأمامية يعني كان بالضبط على الضفة الشرقية لقناة السويس ويتحدث عن يعني عنصر المباغات الذي أصيب به خلال حرب أكتوبر كان فيه حالة استرخاء تم داخل بين صفوف في صفوف الأمامية للجابهة الإسرائيلية صلوا صلاة في يوم الغفران وما كانش فيه أي مؤشرات تقول أنه فيه حرب يعني الأنصر الخداع الاستراتيجي اللي عملته مصر والمباغة اللي عملتها ده يعني كان سبق عندهم واقع كبير جدا تمام هذا الجندي كان فيه كلمة سر متفق عليه اللي هي المقصود بها برج الحمام دي إن كان إذا حدث ترناك أي مناوشات أو عملية استباقية تنزل بإقبال الجابهة على حرب فيبقى فيه كلمة سر برج الحمام تمام بقول برج الحمام يبقى أيزا كله فيه مصر جاي يعني فده حصل بالفعل وفوجئ إن فيه حرب فلقى القائد بتاعه بيبلغه بقوله برج الحمام فقال له أنا مش شايف إنه فيه تطور آه ده حصل فعلا وده على لسانه في القناة السابعة كان عاملين معاه تسريقي يعني حوار تمام وطبعا المبغطة أصابتهم لدرجة إنه باعت حد عشان يشوف إنه ما كان داخل الموقع ده باعت حد عشان يشوف فيه إيه اللي بيحصل فوق ما رجعش تاني بقى فيه يعني عظيم سيد محمد أنا اسمح لي إن أنا يعني أنا سبت حضرتك تكلم عن اللي تقال في الخبرين سيد محمد حضرتك خبير في أشقون الإسرائيلية ممكن أسألك سؤال طب إيه الفرق ما بين الجندي المصري والإسرائيلي لا الفرق كبير جدا إسرائيل بتعتمد في حروبها سواء كان ضد مصر أو ضد الدولة العربية بتعتمد على آلة القتال يعني يعني قد إيه إسرائيل كان بتتكلم عن إمكانياتها العسكرية ويهدها الطولة وأولا آخر يعني العنصر البشري في الجيش الإسرائيلي يختلف تمام من العنصر البشري في الجيش المصري العنصر البشري في الجيش المصري يدافع ببسالة يعني يدافع عن كرامة أهدرت في حرب سبعة وستين فيه يعني مقدام لدرجة كبيرة جدا الجندي الإسرائيلي جابان يعني معظمهم يعني عشان يكون واضح بيتعاملوا مع الأمر العسكرة فقط لغير لأنه ما لهمش انتماء أكثر لأنهم تحارفتها جايين من شتى بقاء العالم ده غير أنه إنك أنت الجندي المصري بيبقى داخل على حق الجندي الإسرائيلي لما بيبقى داخل بيبقى داخل على باطل وهو عارف أنه هو باطل فأكيد الإنسان اللي بيبقى بيدافع على باطل بيبقى داخل بيبقى هو أنه تمام مش صح المصري اليوم صفحة أولى المشير لا يوجد مرشح أسكري الرئاسة ولن نترك السلطة قبل تنفيذ تعهدتنا تمام أنا شايف أن الخبر يعني يتضمن رسالة تطمين من المشير تنطاوي بعد حالة الجدى التي أسيرت حوالين خاصة حوالين الزيارة اللي قام بيها لوسط البلد وكان يعني ناس كتير فسرتها بأن ده اعتزام للترشح للرئاس على اعتباره هو لابس لزي مدني و ريح الناس بالظبط كتير ريح الأحزاب بالظبط هو يعني يعني هي للأسف ريح حاليا وريح الأحزاب أنه هو يعني لغط كتير أوي حضرتك بالظبط يعني حاليا نحن نهيش حالة فعلا زم حتك بتقول حالة من اللغط والجدى الحوالين أي تصرف بيقوم به أي مسؤول أي إن كان بغط النظر عن مشارة انطار فإذا ما حتك قلت ريح الناس فعلا وقال يا جماعة احنا مش بنعتزم إن احنا يعني مش بنترشح مش هيبقى فيه عندنا مرشح عسكرية للرئاسة وفي لغة نفسه مش هندركوا السلطة إلا بعد ما ننقلها انتقال سلمي ومن ضمن الحاجات المهمة جدا سريعا كده إنه قال مش هيبقى في مجلس الشعب طرف واحد تقيل إحنا عايزين يمثل بالضبط كافة الأطياف كافة الأطياف وده المهم عشان ما نرجعش تاني لأيام الحزب الوطني بالضبط الحزب الواحد أنا سريعا بسرعة لأنه وقتي خلاص خبرين كل الناس أكيد حيقفوا عندهم من المصر اليوم صفحة أولى وزير المالية مصر لن تتعرض للإفلاس والمصر اليوم برضو صفحة أولى ووزير القوى العاملة مصر على وشك الإفلاس تعيي حضرتك أنا شايف أنه ظاهر الخبرين فيه تعارض أو تناقض ولكن المضمون لا يحمل هذا التناقض إلى حد كبير وزير المالية راجل الاقتصاد بيتكلم عن أن مصر فعلا لن تتعرض لإفلاس المؤشرات السابقة كابتقول أنه في خلال ست شهور احتمال يكون فيه إفلاس موجود في مصر بناء على نظريات اقتصادية معينة بترتبط بمدى العائد والصروات الموجودة عندنا أو إمكانية ترشدها وكافية استغلال الراجل بيتكلم عن أن فعلا مصر تتعرض لإفلاسات فيه مباحثات بتدور حاليا أو بتدرس حاليا حواليا أن إمكانية الاقتراض من صندوق الناد الدولي على عكس ما كان متابق قبل ذلك وزير القوى العاملة بيتكلم عن مصر وشك الإفلاس إذا ما حدث بدأت الحلقة وكلمت عن عملية الاعتصام الراجل بيتكلم عن أن فيه اعتصامات كتيرة جدا فيه إهدار لموارد كتيرة جدا فيه حلقة من الجمود في المرافق الاقتصادية بتاعتنا فده كله من شأنه أن ينزر بالإفلاس ولكن ممكن يعني تنقذ مصر من هذا بناء على النظرات الاقتصادية بقولها الوزير المالية أن مصر انتعرض لإفلاس وأنه ده فعلا وارد جدا أن مصر فعلا ربنا يحميها يا رب من الإفلاس ومن ضمن برضو الأخبار داخل كده لو لوحد عرف التفاصيل بيقولك أن فيه ربعمية وحاجة مليار جنيه مش لقينها في الموازنة بتاعت الدولة أفقد الخبر اللي هو وزير الكون عاملة نص على وشك الإفلاس هي اللي قال كده أنه فيه ربعمية وحاجة مليار في الموازنة اختفوا الله أعلم الكلام ده صحيح ولا لا شكرا جزيها أستاذ محمد كل سنة وحضرتها طيب فندم أستاذ محمد نعيم خبير في الشؤون الإسرائيلية نورتنا وكل سنة وحضرتها طيب شهدين نهارك سعيد عندنا التقرير خاص بإغاثة الصومال أخيرا الشعوب الإسلامية تحركت لإغاثة الصومال أقامت منظمة التعاون الإسلامية مؤتمرا من أجل الصومال بعنوان المياه من أجل الحياة وذلك اللي جمع التبرعات لحفر 300 بئر للمياه لإنقاذ أهالي الصومال من العطش ولكن فاقت التبرعات كل التوقعات خلينا نشوف التقرير فاقت التبرعات كل التوقعات حصل فيها إيه داخل التقرير